اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في اولى حلقات برنامجي احكي معمرو عبدالوهيد النهاردة هنستضيف دكتورة زي سكر دكتورة هيبا الشلبي استشاري علاقات اسرية وتربوية وهنتكلم عن موضوع يخص كل الاسر المصرية وبنواجهه دلوقتي يعني بطريقة صعبة جدا في كل ضواحي حياتنا وهو التنمر ما بين الازواج التنمر ما بين الاطفال وبعضهم في المدارس التنمر ما بين الاخوات حتى فان شاء الله النهاردة نكون خوفة على قلبكم ونسمع رأي الدكتورة ونعرف الاول ايه معنى التنمر اهلا وسهلا دكتورة هيبا اهلا بحضرتك انا الشرف لي انا مستجدنا بحضرتك النهاردة الله يخليك وان شاء الله يكون بداية موفقة باذن الله ان شاء الله باذن الله اتفضلي دكتورة هيبا كلمينا عن ايه هو التنمر التنمر هنتكلم ان هي ظاهرة اصلا قديمة مش حديثة يعني لو جاء نتكلم عنها المفاجأة ان هي موجودة من يوم خلق ادم عليه السلام يوم قال ابليس لخالقه سبحانه وتعالى انا خيرا منه خلقتني من ايه من نار وخلقته من اين من تين فابا ان هو يسجد لمين ابا ان هو يسجد لادم فكتأول التنمر اللي هي خلقت من قبل خلق الانسانية فانا التنمر ظاهرة هي موجودة حديثة اه ولكن باسم جديد اللفظ هو الجديد على المكتمع باسم بس جديد لكن هي كان موجودة من اول خلق ادم عليه السلام طب يعني ايه اصلا تنمر التنمر ده عبارة عن اهتداء او عداوة بتكون على الشخص اللي قدامي بس لازم تكون ظاهرة ايه بقى بطريقة معينة تكون مقصودة اوى ان انا احرج اللي قدامي بتكون متكررة وبتكون من شخص قوي لشخص ضعيف ان انا اظهر العيوب اللي فيه بظهر العيوب اللي فيه وان انا دايقه اكتر فبالتالي باني ان انا اقوى وباني ان انا احسن دي من الحاجات المهمة اوى اللي انا بقول عليها تنمر اصلا في التعريب بتاعنا عندنا زي البلطجة كلمة البلطجة استخرية الاهانة دي كلها مسميات بتقول ان هي تحت بند التنمر التنمر في اللغة بنسميها بولنج او الاستقواء يعني انا قوي عن حد وكمان جات الكلمة التنمر دي من النمر لو احنا قلنا النمر ده عبارة عن حيوان مفترس جدا تمام فنزعنا الصفة الانسانية من الانسان فبدأ ان الحيوان النمر بيفترس على الفريسة علشان يحصل عليها فجاه كلمة التنمر دي طب انا هعرف الشخص ده بتنمر عليها ازاي نزعنا الانسانية من البشر ايوة نزعنا الصفة الانسانية من البشر فبالتالي بقى يتنمر يعمل حاجات مش طبيعية طب انا ممكن وانا قعدة في قعدة معاكي كده فابدأ اهزر انتي جميلة قوي بستعنيكي مش عارف ايه فابدأ ان انا اهزر معاكي بالطريقة دي ممكن حد تاني يشوفها ان انا بتنمر عليكي صح وممكن انتي تشوفيها ان انتي بتهزري ولكن انا هعرف ده ازاي بالضبط هعرف بتلت معايير مهمة جدا عندنا تخضر يا دكتور اللي هم انا دلوقتي بتنمر على دكتورة ماروة في حاجة معينة بشكل متكرر ببقى اصدى ان انا احرجها وكمان احس ان انا اقوى منها فلو انا حصل الحاجاتي طب معنى العمية ان انا كسرتها ان انا اه عملت الحتة اللي هي كتشايفها نفسها فيها قوي بالضبط فبالتالي لو حصل ده يبقى انا اعمل ستوب قوي مع الناس اللي قدامي يعني ما حاولش ان انا اقول له اه عادي وهزر واضحك وعدي الموضوع لو لقيت بيتكرر في الموضوع ده وان هو بيبقى مشكل متكرر واصد ان هو يقصده ان هو يحرجني في حتة هزار ايه حقيقة ده وان هو بيحسسني ان هو اعلى مني في حاجات كتير باوي يبقى ده اسمه تنمر طيب دكتورة هيبة احنا دلوقتي قلنا ايه هو التنمر اسبابه بقى في حياتنا احنا سبحانه وتعالى احنا ما خلقناش اصلا متنمرين يعني الانسان مش صفة ورصية فيه تنمر ولكن هي حاجة مكتسبة من البيئة هنقول مكتسبة نفسيا اجتماعيا اسريا من المجتمع المحيط فبالتالي انا دلوقتي اكتسبت الصفة دي من حاجة محيطة بي هنتكلم على الجاذب النفسي ونقول ان التنمر ده من النفس الامارة بالسلوب دايما عندنا روح المحاكاة ان انا عايزة اقلد فشفت حد فلان ممثل بطريقة معينة وبقى واخد الرج معين فبالتالي عايزة اقلده عشان ابقى زيه المحاكاة ان انا عايزة اقلد في السلبيات مش مهم ان انا اطلع شكلي ايه او نظامي ايه او هنجح فيها ولا لأ بس فعلا حالك بتقولي دي النفس الامارة بالسلوب يعني لنفسهم ضعيفة وامرة بالسلوب فعلا ده في حاجة كمان مهمة في النفسية اللي هو الكبر والغرور انا عندي كبر وغرور ولما ربنا يدينا عطاء الهي زي مال ودي معروفة ما بين البشر اصلا اه لما انا حست ان انا عندي مال كتير وعندي جاه وعندي وظيفة وعندي علاقات كتير ومش ناقصني حاجة ببقى متكبر ومعارف فهبدأ اعمل ايه بقى على الاعلى مني انا اعلى فبالتالي هتنمر على الاقل مني يعني هنبدأ بايه مثلا يا دكتور امه اقولي مثلا ما بين الازواج ما بين الازواج وقبل الازواج في ايه في الام والاب والاطفال فهنتكلم لو احنا دلعنا اولادنا زيادة فبالتالي هيبقى عندهم حتة الانا ان اي حاجة دي بتاعتي انا فما ينفعش ان حد ياخدها وده بيبان في المدارس كمان اكتر وده اللي بيوصل للانانية بيوصل للانانية فانا بالتالي لما ابني اعلمه ان هو يبدأ ان هو كل حاجة متاحة ليه وماشي يحبيه هل انت عايزه يجي لما يحصل في المدرسة حد ياخد مكافأة هو اول واحد هيقول انا من حق المكافأة دي لان انا تعود بدون اي واجه حق هي هو تعود انه انا تعود ان دي حكتي انا والباقي وراي ايوه اتعود ده يبقى انا ما دلعش ابني عشان ما يوصلش للمرحلة دي ولا حد يتنمر عليه ولا كمان هو يوصل ان هو يبقى عنده الصفة دي لانها صفة مش كويسة انا بسميها شخصي بيبقى يعني مجرم انا بسميها انه شخص مجرم اللي بيعمل الصفة دي من الحاجات كمان الاسرية التربية الغلط يا أستاذة ماروة احنا مشكلتنا في حاجة في المجتمع بتاعنا ان احنا اصلا محدش ربانا ان احنا نعلم اولادنا ازاي صح محدش قال لنا يا بنتي اعملي كذا مع اولادك ولا اعملي حاجة مع زوجك هم حكتين دول ما تربناش عليهم صح ولا عاملي زوجك ازاي ولا اتعاملي مع اولادك صح في جيل معين وفي مرحلة معينة ده حقيقي فاحنا بالتالي طلعنا كده اللي هو انا هعمل بقى زي ما زي ما عربنا بيقول زي ما بكتاب بيقول وزي ما هتمشي معايا فبالتالي طلعنا كده مش عارفين النقطة دي فلما ابننا هيعمل حاجة غلط او سلوك غلط قدامنا برافو حبيبي شاطر ايه اللي انت عملته ده وعد اضحك وهزر مفكرها ان ده دعابة او هزار مظبوط وحتى بشوف كتير كمان في الاطفال اللي هما بيقولوا الفاظ مش كويسة او بيعملوا الصرفات مش كويسة اللي ابو والام بيقوا منبهرين جدا خصوصا ما بيكون عندهم مثلا سنتين وتالتة والكلام ده مع انه فعل مش كويس والمفروض انه هو كان يبين للطفل في الوقت ده بالذات لان الطفل بيبقى زكي جدا ان الفعل ده غلط او اللفظ ده ماينفعش يتقال او احنا سمعناه احنا ماينفعش الردده لكن اللي بيحصل للعكس احنا مفروض اصلا اي سلوك يصدر من ابننا في النفس الوقت نبدأ نعدل السلوك ده بالظبط يبقى غلط لا في تدخل تاني يا دكتورة بيبقى مثلا من الجد والجد ده بقى مشكلتنا لا ده لسه صغير لا مازعقوش في كده لا ماتمدوش ادكو عليه وطبعا بيبقى الموضوع لا لهو محتاج ان احنا نعمل وقفة لانه الطفل لو شاب على كده او كبر شوية خلاص الموضوع بيبقى خارج السيطرة وبيبقى تعود على كده وصعب بعد كده ان احنا نوجهه او نربيه صح في المرحلة دي بتزاد حيلا فعلي بيبقى فيه تدخلات من القهل طب بتبقاش مستحب هو المشكلة في كده ان انا مش بربي الوحدي مصبوح فيه جده فيه جده فيه عم فيه خال او صح فانا لما ربي الوحدي هاعرف يعني لما بقى اعمل اي نوع اكل فانا اللي بعمله فبشكله فبيطلع بالشكل اللي انا عايزه او اللي انا عايزاه لكن لما حد يجي يتدخل مش عارف انا حطيت ملح ولا لا فبالتالي هيحطي تاني فاكلها يبوز صح مصبوح فطبعا ده في التربية برضو فانا لما حد يتدخل معايا في تربية ابنائي هيأثر عليهم فبالتالي هيأثر انا مش عارفة اسيطر عليهم هيأثر بالسلبة مش بالإجابة حقيقي طيب لما يكون بين الأم والأب بقى مشاكل وخلافات على طول وزعيق وانا عملت وانت عملت كل المشاكل دي قدام الأطفال بيخلي او بيولد نوع من العداء جواه فلما يطلع بقى في المجتمع يبدأ يتنمر يطلع يطلع الطاقة دي في حد تاني طبعا ققدوا بالعمية اللي احنا بنوعد نقول بيطلع تقطف حد تاني فبالتالي انا عملت ايه يعني انا عملت بيئة غير آمنة للطفل فالأسرة مهمة قوي المجتمع كمان مهمة قوي دور الإعلام مهم ومهم جدا طبعا جدا لما أنا سيب الإعلام بتاعي او ابني يسمع كرتون عنيف او يسمع حاجة فيها ضحك وهزار بيزخر من حد دي حاجة من الصفات اللي بتخلي الطفل ده متنمر نصول الدور الإعلام لازم يكونوا ليه وعي ليه ثقافة بيوجه ده ازاي واعرف ابني كمان انا في دوري في البيت ان انا خلي يسمع ايه ويسمع شي ايه صح فمهم جدا بس المشكلة يا دكتور رهيبة ان الموضوع مش مختصر علينا بس هو بيطلع للشارع بيطلع لمدرسته بيبقى معا طلبة وزمايل ليه فالموضوع مش مختصر علينا دلوقتي الموضوع بقى متشعب واوسع من كده بكتير هو بقى الصحب بس طيئة بالضبط يلقوا طيئة حاجة من برا وبقى الغلط هو الشاعع اكتر فدور الاسرة بيبقى طبعا دور مهم جدا جدا ولازم يكون ايجابي في تربية الاولاد في الوقت ده بزيد حقيقيا سيدة مروة انا عايز اقولك ان الصحبة السيئة بتخلي الطفل بيطلع اصلا غير سوي حتى لو انا اتصالع من بيئة او ناشئة او امه وابه كويسين فلما هطلع برا المجتمع ولاقي حد بيعمل كده فالصاحب ساحب انا ها لغة كده انا تقول الرسول عليه السلام المرء على دين خليب فلينظر احدكم من يخالب صدق الله وصيب صدق الله وصيب فانا دلوقتي بشوف ابني ماشي مع مين بيصوحب مين بيعمل ايه احنا عندنا قاعدة كده في التربية بتقول هارت بيبل هارت بيبل يعني اللي بيجرح ايه صح اللي مجروح بيجرح صح فانا هجرحه فبالتالي هيبقى هيقود ده علي اه بالزبط هو كمان هيقرح صح فده دول يعني ده الاسباب المهمة او الرئيسية في المجتمع اه بنواجهها بالزبط طب ازاي دكتورة هيبقى اعرف ان ابني بيتعرض للتممر اه لو هو مثلا من نوع اللي هو الكاتون او ما بيقولش او كتم الغضب جواه وانا معرفش عنه حاجة اعرف ازاي يعني اتصل الفطري بتدولها على ده اللي انا قدر اشوفها فعلا سؤال مهم جدا لو انا حسيت ان ابني قاعد منعذل وساكت ملوش شاهية للأكل عنده فقدان للشاهية لو لقيته جاي في مرة يسألني ماما هو انا قصير ماما هو انا مناخيري مش عارف شكلها ايه هو اما هو انا لوني كذا لو لقيته بيسألني اسئلة غريبة كده اعرف ان في حاجة مش طبيعية لقيته هو نايم بيقوم مفجوع كده وبتكلم وبيهلوس ده اعرف ان في حاجة او في نقص كده بيقول ان ابنك بتعرض لحاجة برا يبقى لما يكون فقد الشاهية لما انا عزل وبقاعد لوحدي لما احس ان هو بيسأل اسئلة غريبة دي كلها حاجات بتقول لنا ان ابنك في حاجة بتقول ان عنده حاجة لازم تفتشي عشان كان دايما بقول وهقول دلوقتي لازم تتكلمي معاي بقى له حور اكتر برافو عليك ومالله ينور انا كنت لسه هتكلم بقى ان لازم اصاحب ابني مجعلوش ابني لقى خليه صاحبه اللي هو اتكلم معاه وتناقش علشان يحكيلي بكل جراءة اللي بيحصله طبعا انتي يا أستاذة مروى الايام دي التحرش في الاولاد اكتر من البنات ده حقيقا فاحنا بيجينا حالات بتقول ان الابني تعرض لحالة التحرش ومش عايز يتكلم وقاعد لوحده ومش عايز يقول لأي حاجة فانا عرفت بالصدفة مامت بتحكي بتقول انا عرفت بالصدفة طب ايه بقى ايه اللي حصل ان انا دلوقتي حسيت ان ابني بقى فريسة وهو ضعيف وشخص التاني بقى قاوي عشان كده لازم اعز الثقة ابني بنفسه مصرور الثقة بنفسي دي مهمة اوش اعز الثقة بنفسي ادي له الدعمة على طول ما خوفوش وقوي الرابط المبين هو بينه ما خوفوش بالنسبة للحوار بالنسبة ان انا قرب له بطريقة معينة اخد واخرج اتكلم معاه برا المهم ان يبقى فيه سلة التواصل ما بيني وبين ابني او بنتي اه يعني انا دلوقتي لما ابقى صاحب ده واتكلم معاه بكل اريحية اكيد مش هيخبي عليها حاجة حتى لو الحاجة دي ممكن ان هي تقذي او ان انا ممكن ازعق معاه فمش هيخبني ان انا فيه عقاب بالنسبة له لان انا خدته تحت جناحي زي ما احنا بنقول حسنا هو لما يواجه اي خطر برا هيجي يتكلم معاه هيبقى خايف مني يعني هو هيبقى خايف من اللي برا لكن مش خايف من انا فهيجي يتكلم معي حقيقي لما يجي يتكلم معايا مش هيخبي اي حاجة علي فبالتالي لان انا لما اول معرف ان ابني تعرض للتنمر تعرض للتحرش تعرض لأي هجوم خارجي لازم انا واقف واقفة كبيرة مع نفسي وابدأ اعالج ده لان لو مقفتش مع ابني وعالجته او خدت له حقه هيحس ان انا ضعيف وهو كمان ضعيف فيحصل له امراض نفسية كبيرة جدا احنا لاغينا عنها زي الاكتئاب والقلق والهلاوس وكل الامراض النفسية اللي ممكن تسبب له المشكلة ان احنا عايشين في مجتمع تقليد يعني يعني اللي اشوفه هقلده حتى لو كان التقليد ده سلبي فبالتالي بيؤثر على الطفل بتاعنا مصبوط صح واحنا طبعا بنشوف حاجات حالات زي كده كتير جدا جدا وفي الاخر بتبقى نتيجة سلبية ان الطفل تعود على الموضوع ده من كتر من هو خايف من الام والاب ان هو يحكي لهم حاجة زي كتير صحيح يعني احنا لازم ناخد بالنا قوي من اولادنا صحيح يا دكتور صحيح طيب دكتور هاب التنور بقى في العلاقات الزي كاية وابا وده طبعا موضوع يهم جدا جدا كل زوج وزوج احنا بنشوفه الفترة دي بكتر حقيقي ومنسبة الطلاق هي بقت تعالية جدا بسبب موضوع زي ده بالضبط ده كانت تكون كلمة اتقالت وبتتكرر فسبب جرح او كسر في اي طرف من التاني وسبب في الاخر للطلاق ده حقيقي العلاقات الزيوجية هي هقول انا هسميها قواعد المجتمع لان لو القاعدة بتاعتنا دي ما بقتش قوية كل اللي فوق هيبوز وهيتدمر صحيح الاساس فلازم القاعدة بتاعتنا او الاساس بتاعنا يكون قوي لان في اولاد في شغل انا بطلع شغلي انا كان عندنا مدرس لما كنتبه في المدارس او في السنة او كده مدرس يجي يزعق او يشخط اقول اكيد مراتهم من ضيقات كانت اول حاجة بتحصل دي اكيد منكده عليه فجايت الله علينا انا كنا اطفال مش فاهمين بس كنا بنقول كده كلمة المؤتية صح سوى حتى مع الزوجة او المدرسة بنقول كده نفس الطريق او فلو واحدة بتسوق جامد بس اكيد جزء بدايقها بلما تطلع فمتنكد عن الناس بالشارع صح فلما انا احاول ان انا اوضى بعلاقتي مع الزوجة فدي من الحاجات المهمة قوي كانت جات لي حالة من فترة بتقول لي انا جوزي مش عارف اعمله ايه فقلت لها احكيلي اللي حصل بتقول لي مفيش اي سبب بيت نضيف انا كويسة انت شايفة شكلي في حاجة قلت لها لا انت جميلة جدا فمش عارفة طالع يزعى رايح يزعى مش عجبه حاجة شلي ده اعملي ده كل شوية مشاكل كل شوية يعني لبسك ماله لبسك ماله شكلك ماله اكلك مش حلو كل حاجة انتقادات انتقادات قدت ان انا دلوقتي مش عارفة اتعامل معي ازاي قلت لها طب ليه قلت لها طب ليه لان هنا لو لغة الحوار دي موجودة زي ما حضرتك قلت كان في تفاهمة بيننا او ان انا دلوقتي قاومت الشخص ده فانا لما يحصل لي كده انا لو عندي شغل مش عاجبني هعمل ايه هعمل ايه احاول نغير هاشيل لو عندي صاحبتي بتضيقني فهابعد عنها لكن لو عندي جوزي بقى هعمل ايه ده واقع وما ينفاش ان احنا نعمل الخطة دي الى بعد الكلام كتير وحوار وان احنا نحاول نغير في ايوب كل واحد فينا او الغلاطات اللي احب نعملها وان احنا مش عادي نبن حيئ يبقى العلاقة الزوجية هي علاقة مساق غليز يعني انا سبحانه وتعالى وصدق ايوه فانا مش هعرف وهي مواجزة من مواجزة ربنا سبحانه وتعالى فانا مش هعرف ان انا يعني ابعد عنها غير لما يكون في حلول الاول صح لجأت الحل اثنين ثلاثة حصل ده ولجأت الاحد من الاهل اهلي الاول وبعد كده اهله وبعد كده ابدأ اتناقش معاه ولا شوفه قبل ده بعنده كله النقاش اللي ما بينه وابدأ افتح له اغض حوار ما وصلتش لحاجه بقى يبقى ابدأ الجأ لاخصائيين هما اللي حلونا ده اللي هو الدور اللي موجود في المجتمع احنا مش نغفله يعني 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 شايف ان الموضوع صعب وانه ما ينفعش يتكلم فيه مع حد غير زوجته بيحس ان هو قليل اوي بالزبط والراجل المصري الشرقي اصلا بطبعه كده وكمان مش عايز يغلط نفسي قدام حد في الاغلى اوه هو مش عايز يبان ان هو ضعيف طبعا انا تمام اوي يعني انا في الاخر طلعت الملاك الطهر الجميل البريق فمش عايزين بقى يا جماعة ان انتكت على الرجال اوي حسن الكرون يعني كفاية كفاية تنمر وحقهم ان هم يكونوا حسنين هم اقوي ولازم يكونوا اقوي ده حقيقي طبعا هم السند اللي في الدنيا هم العنصر الامان بتوعنا طبعا القوامة ليهم كمانا مكانش موجود الراجل الاب الاخ الابن الزوج دول كلهم سند في الدنيا احنا لا نغفر عن دورهم في المجتمع بتاعنا طبعا انا يخليهم كلهم اكيد طبعا فالعلاقة الزوجية مهمة ولما يحصل كده لازم اعمل وقفة بقى يعني انا ستوب صحيح انا مش عايشة من الوحدي انا عايشة معك انت نسبت بيتي واهلي وحياتي وماليش في الدنيا غيرك فلازم تهتم بقى تخلي بالك اللي بيضايقني واللي بيزعلني وبلاش خالص انتقاد في حالة الدكتورة انه يبقى الصلح او تصليح الاوضاع يكون جايما بين الطرفين يعني من الطرفين نفسهم مش من طرف واحد هو اللي بيحاول يصلح او بيحاول يعالج الاخطاء اللي عنده والطرف التاني لا او لازم اطبقين من ضمن الحالات اللي كانت بتجيلي بتقولي والله انا عملت المستحيل وحاولت اتكلم معي مرة واثنين وثلاثة وهو رافض فكانت اول سؤال ليه طب هو حد في حياته ما ممكن يكون في حد في حياته اه طبعا شايف حاجة مش كده فهم لغبطة حياته فبتقولي انا معتقدش انه يبقى كده قلت لها طب تماما وتكتب نفسي مش هاجا استندها هي يعني شايف انه مفيش اي حاجة فانا قلت لها طب حاجة كويسة انه انت وثقة فيه ولكن اكيد فيه حتة نقصة موجودة بين السطور انا مش شايفاها بالصبت وهي الوحيدة بتقدر تحددها انا حاول اشوف ايه وعلى فكر الراجل يعني شغال مش بالحواس الخامسة بتاعتنا العادية لان اشم وتزوق ووالمس هو مش شغال غير بحستين بس يا اما اسمع واشم وشكرا على كده اول انا ااكل واشم وخلاص مش زينا مش زينا احنا سوبر هيرو احنا بتاع كل حاجة فالرجالة مش زينا التكوين بتاعهم الفاسيولوجي مش زينا بيليهم معايير وحاجات مختلفة عننا هم بيهتموا بحاجات معينة احنا الحاجات دي اخر حاجة بالنسبة لنا صح يعني زي انا اقول لك جوزي او كل الازواج بيهتموا بحاجتين يا اما اكلهم قوي يا اما العلاقات الخاصة اللي هي في قضة النوم طبيعا فلو جوزي بيهتم بالاكل قوي فانا ادي له الحتة دي اطبق كويس ادي له اكله كويس اشوف هو بيحب ايه وعامله ويا ريت ما تسألهوش انت عايز تاكل ايه النهاردة مشكلة كل زوج وزوجة ده حقيقة السؤال ده السؤال ده اصلا هو بيقول انا اصلا فيها معدة باكل هو هيجيله مثلا شلل ان انا باكل او لا هيبقى تكوين وتختلف او ان انا مش عارف هو فيه حاجة اسمها اكل اصلا او مش عايز السؤال ده مش بيفكر انا يا ست الكل كده بخيله احلى اكل عندك هو انت عارفة بيحب ايه اميلي الاكل اللي هو بيحبه الحاجات اللي هو بيحبها بطريقة حلوة وبشيك وقدمها بطريقة جميلة وبكلمة كويسة وحمد الله على السلامة وانا هيبقى تمام هو الراجل اكتر حاجة بيضايق السؤال ده والزن او ان هو يبقى شارت مثلا واقعد مع نفسه كده شوية وحس ان الزوجة قاعدة جنبه بتكلمه في مواضيع تانية بنسأله تفهر وهي بنسألها مهمة جدا وهو شارت بيفكر في حاجة تانية الله يعينه في شغله في عيش شوية هدوء وهي ممكن بقى تشك وقتها هو بيفكر في واحدة تانية غيري هو شارت هو مش بدين اهتمام هو مستمعني اصلا وتبدأ المشاكل من هنا لكن احنا لو عرفنا فعلا الراجل حدوده ايه هنستريح جدا يعني السيتات عمدا كلها هتستريح السيتات هي السيتات اصلا مش هتريح نفسها المشكلة ان احنا يا سوزة ماروة احنا مش فاهمين نفسنا عشان هما يفاهمونا يعني احنا نفسنا تكويننا مش فاهمين نفسنا انتي كده هتقويم علينا السيتات بعد كده في التعليقات فالمشكلة ما اعمل ايه مليه الحقيقة احنا موديين يعني في لحظة هتلاقينا كويسين قوي وفجأة كلمة ممكن تودينا في مكان تاني قوي مظبوط صح فالمودة عندنا عالي اللي هو انا حلوة كويسة وكلمة جميلة وقال لها مثلا شل الاكل من قدامي احنا كنا كويسين خلاص بقى الليلة قلبت وانا بوصت الحياة بالزبط فنرجع لكلامنا ان الراجل ما بيتمش غير بحاجتين الاكل او العلاقة الخاصة فانا اشوف هو بيحب ايه واهتمي بيه لو انا اهتميت وعرفت اولوياته هيبقى مفيش مشاكل ومفيش تنمر ومفيش بحاجات بسيطة مفيش اي مشاكل هتقابلنا هحاول تعدي الامور ومفيش حياة من غير مشاكل الحياة دايما بمشاكل الحياة دايما فيها دروبات كتير فلازم نعديها بهدوء وبسلام بس بزكاء الاتنين مينفعش واحد يبقى ماشي في طريق الواحد صح يا دكتور ماذا الاسلام يتعامل ازاي مع ظاهرتي ظاهرتي التنمر الدين الاسلامي من الحاجات اللي خلت العالم ما يختلف دلوقتي موجودة ظواهر غريبة جدا ويبدأوا العلماء يلجأوا للقرآن عشان يفصروا الظاهرة دي جات ازاي حتى التركيب في المخ يقولك لو انت سجدت على الارض بيحصل حاجات في المخ فبالتالي مش عارف ايه ده السجود عند ربنا سبحانه وتعالى سجود لله يعني ده كمة الاعجاز ان الاسلام بيعامل الناس دلوقتي قبل زمان وفي كل عصر زي ما موجود مش بتاع وقته فالاسلام منع التنمر لان التنمر دي من الصفات انها ساميها الصفات اللي بتسبب الامراض النفسية طبعا صفات مؤزية جدا وطبعا الاسلام نهى عندها فكان علي من الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اسمه واحد اسمه عبدالله بن مسعود كان عبدالله ده نحيف شوية ورجليه رفيعة شوية فكان لما يطلع على النخلة كده عشان يجيب البلح للرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان استحابه استحابه يتنمر عليه انا رفع رجل فالرسول على السلام لمح ده فقال لهم ان عبدالله بن مسعود ميزانه أسقل يوم القيامة من جبل أحد يعني ما انتو بتتريأوش بتتنمروش لان التنمر ده اللي انتو بتتريأوه احسن من اي حاجب وكانت السيدة عائشة برضو لما نجي نتكلم على ايام الرسول برغم ان السيدة خديجة كانت متوفية الا انها كانت بتتنمر عليها فكانت تقول له يا رسول الله اتو حب عجوز حمراء الشدقين يعني انها سنانها وقع يعني مش باني غير الليستة فكان بيزعل منها قوي انها جابت منه الولد وانها كانت احب النساء اليه فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بانه قال ربنا سبحانه وتعالى قد رزقت حبها طبعا يعني وصفها بانها رزق ليس ان عند ربنا سبحانه وتعالى فانا منكرش دول الاسلام طبعا الدول التانية زي فرنسا وغيرها بتحارب الحتة دي عندنا بتحارب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحمي العقائد دي الاسس دي احنا عندنا في الاسلام حاجات مهمة اوي ازاي اعمل ابني كويس اوي وربي كويس اوي انا عاودتوش نشرب الخمور او استجائر او اي حاجة من الحاجات اللي مؤذية دي حرمتها برغم ان في حاجات كتير يعني مشرعة وفي الدول التانية حاجات كتير برضو مشرعة حرم ربنا سبحانه وتعالى الزنا حرم ربنا سبحانه وتعالى الفواحش فالاسلام بتاعنا نهى عن اي حاجة تأذي البشر او الانسان صح صح فالدور الاسلامي مهم جدا وكمان لما اعمل حاجات للتوعية والتوعوية في اي مجال توعية دينية ان انا ما ينفعش ان انا اعمل كذا وحاول ان ننبه دايما الاباء والموظفين بتسعى ده في مجال التعليم او في التدريس بتسعى ده تلوقتي اكيد ده مهم اوي في اي مجال من المجالات ان احنا نازم نهتم بالجانب الديني التوعوي اللي بيقول اغرس روح العقيدة جوه مش هقول اطفالنا جوهنا احنا كوكوبور صح بدايتها مننا احنا لو انا عرفت ده او زراحته فيا هلاقي ابني كمان في حتك هقدر اديل ابني صح طيب صح يا دكتور حضرتك عندك اولاد انا طول الوقت مسك التليفون وبكتب بعمل عليها او طول الوقت بامسك الورقة والقلم وبكتب وبذاكر وبحضره وبعمل دكتوراه هتلاقي ابناك عامليني ازاي بيطلعوا ازايك ببصولك بيبصولك اهتماماتك ايه صح بيبدأوا ان هما يقولوا انا حياتنا كده لكن لما يكون حياتنا كلها فسق وفواحش وحاجات مؤزية هطلع فاني اللي اغلب بيطلعوا صح اللي هنزرعه هنحصده فده بالتالي ده نتيجة التربية الاسلامية الصحيحة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم طب سبل مواجهة التنمور ايه دكتور اه انا هوجهه بعدة حاجات هو انا دلوقتي ايد لوحدها دي ممكن تسقف ايد لوحدها كده تسقف لا لازم ايدايا الايه الاثنين فعلشان انهض بالموضوع او انا اعالج الموضوع لازم يبقى فيه حاجات مختلفة دايرة كده توصلنا للمقطة دي اللي هو ايه الدور التربوي اللي هو في البيت والاسري الدور المجتمعي الدور الاعلامي والدور الدولة يبقى احنا دلوقتي في دايرة مع بعض لو قلنا التربية هبدأ اعلم ابني حبيبي ما ينفعش ان انت تسخر من حد ما ينفعش ان انت تقول لحد دا قصير دا طويل تنتقط حد بقسم مش كويس مصموط انا هغرس في ابني ان دا غلط وحرام لانه لما ينفعش انها اقول غلط اه غلط وحرام ما ينفعش انه غلط بس ما هو غلط وممكن يتعامل لكن غلط وحرام يبقى ممنوع افلتها فالتربية مهمة لو طلعنا شوية نرجع للمجتمع لو لقينا المجتمع كويس هنصلح احنا كمان كويسين لو انا في السلطة يعني السلطة او السلطة الادارية في الشوق ولقيت المدين بتاعي بيتنمر علي ولقيت الموظفين بيتنمروا علي انا هبقى مبسوطة هو هقدي عملي بالتالي هعمل ايه هخطط في كل حاجة اقول انا عملت زي ما عملتش انا هروح بتي احسن ايه اللي خلاني اجيت هنا فالدور المجتمعي مهم والدور النفسي مهم دايما ادعم اساند طفلي عشان يكبر بان هو او في دعم في سند اعز الثقة بنفسه علشان يبقى فيه روح من الامل او روح من التفاؤل او روح من ان انا مش هينفع ان انا عمل اللي ماما او بابا قالولي عليه غلط صح الاعلام بقى الاعلام اللي هو عليه دور مهم قوي احنا مفيش بيت منافر تلفزيون مفيش بيت مفوش تليفون مفيش بيت بيسمع وسائل التواصل الاجتماعي صح صح فدور الاعلام ايه بقى هنا دور الاعلام مهم قوي احاول انا انا هتكلم على الاعلام كل وبعدين اقول انا بقى اعمل ايه دور الاعلام ان انا قبست الحاجات اللي بتفيد المجتمع بتفيد ابني بتفيد ابنك وبتفيد غيرك وبتنمي التطورات اللي موجودة لكن لما اقول انا هبس دلوقتي حاجات موسيقى حاجات مش مضبوطة فبالتالي انا بعمل باخلق جو مش كويس فحتى المشاهدات المشاهدات لو انا دلوقتي عندي حاجة بتبست حاجة مش حلوة هبدأ أفتح القناة دي وابدا أسمعها ولا أخلي أولاد يسمعوها وبالتالي همسحها فأنا هعمل كده لأنا شد الناس بحاجات يفيدوها يستفيدوا منها حاجات تشد المجتمع قضايا مهمة تنمي قدراتهم تنمي حاجات ابني بقى أعمل معي في الإعلام أحاول بقى التليفون بتاعي يعني على قد ما أقدر أتابع ويتفرج عليهم ما أسيبوش معي وأنا أنام يعني أنام وأسيب ابني مع التليفون دي حاجات وحشة لأن أنا مش همنع ابني يبص على إيه وأنا مش معي مزوط صح فأخلي بالي قوي الموضوع ده خطير وبيقدل الفواحش وبيقدل الرزائل وبيقدل السلوكيات العدوانية والأمراض النفسية اللي موجودة دلوقتي تمام أنا في النهاية دكتورة مبسوطة جدا جدا من حلقات النهاردة استفدنا من حضرتك جدا جدا إن شاء الله تكون حلقة خفيفة على كل المشاهدين متشكرا جدا أنك شرفتيني وأنا مبسوطة قوي أن كنت حضرتك معنا وكلمتي في الموضوع المهم ده شرف لي طبعا أن حضرتك تبقي معي أنا المبسوطة بحضرتك وإن شاء الله يبقى لينلقاء تاني وبتخفي بإذن الله أكيد إن شاء الله إن شاء الله في استضافة تاني شكرا جدا لحضرتك دكتور موسيقى 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 بيدغط على الزوج مرة واثنين وثلاثة وتنبهه لفعل معين ما تكتبش في الحاجة المعينة دي او ما تنكرش عفوا او ما تنكرش او ما تطلعنيش وحشة قدام اهلي او اهلك وقول اللي انت عملته واللي انا عملته اللي بيحصل هنا طبعا لان الراجل بيحس انه هو اتكسر او انه هو ما ينفعش يبقى ضعيف او ما ينفعش انه هو يتغلط فبالتالي بيقلب التربيز على الزوج حتى لو هيوصل انه هو يكتب في كذا حاجة او انه هو يعلي لفل الكدب وانه هو يقول كل حاجة حضرت كدب ويجيب الغلط على الزوج عشان طبعا اي حد قدامه يغلط طبعا المرحلة دي لما بيوصلوا لها وتبقى الزوج اتكلمت فيها مرة واثنين وثلاثة والزوج ما تغيرش فيها بيحصل خلاص الشعور بيعني الساعتها بتقفل والقفلة بتبقى وحشة جدا جدا يعني ربنا ما يوريكم قفلة الساعت لما بتقفل من جزء بتكون جابت اخرها لو جي عمل لها المستحيل لو جاب لها الشمس في كفة والامر في كفة مش هترجع له تاني قلبها مش هيصة تاني لانه كدب في كذا حاجة وطلع مظهرها وحش وكمان ما قالش المميزات اللي فيها والعيوب لأ كان بيضعط على حاجة واحدة بس انه هو بيقول العيوب اللي فيها ويطلع نفسه هو الملاك البريد فالنقطة دي والصفة دي وحشة جدا جدا سواء في الراجل او في الست بس انا كاستشاري علاقات الاسرية انا بشوفها اكتر في الراكل اكتر الحالات اللي بتجيلي او اغلب الحالات اللي بتجيلي او المشاكل اللي كانت بتجيلي على الصفحة بتاعتي كان بتيجي اغلبيتها ان الرجال اللي بتكتب وهم بيعترفوا لي شخصيا يعني ما بيني ما بينهم هما بيقولوا لي او والله انا كدبت في واحد اتنين تلاتة انا فعلا طلعتها وحشة كذا مرة انا فعلا ضغطت عليها لحد ما وصلتها انها تبقى بتصور وتغضب وتقصر وتقول الفاظ مش كويسة لان انا كدبت في كذا موقف قدام اهلي او قدام اهلها وما قدرتش انها سكتت وما قدرتش انها ما طلعتش عيوبي وما قدرتش انها ما طلعتش اصرار بيتنا وانا فضلت اضغط على النقطة دي وانا انا اكابر وانا انا اجدب وانا اقول اللي فيها مش فيها يعني اقول حاجات هي ما حصلتش واقول اللي انها حصلت انها قالت اللفظ ده وهي ما قالتوش فبالتالي خلاص بيوصلها المرحلة لا ما انا عمل بقى ما انا فعلا اغلط ما انا بقى ما اهتمش بيك ما انا اهمل في بيتي طالما كده كده مش فارق طالما انت بتطلعني كده كده وحشة قدام الناس وقدام اهلي واهلك انا هعمل ليه ههتم ليه طالما انا مش متقدرة فلما بنوصل للمرحلة دي مرحلة خطر جدا جدا وهي بتبقى اتبنت على كلمة والله يا جماعة على كلمة والله حصل طلقات كتير جدا جدا بسبب كلمة قلت الكلمة دي لما قلت كان بتدعاد في كل مشكلة لا اصل انت مهملة اصل انت صليتت اللسان اصل انت غلطت فيا اصل انت عبتيني قدام كذا وكذا وكذا اصل انت ثبتيني انا اصلا طبعا في اللفظ فلما بيحصل ده ويتكون الزوجة او الست ربط البيت ما عملتش كل الحاجات دي وهو بس اللي مجرد عايز طلع نفسه بريء ويقل بالطرابيز عليها بتبقى حاجة وحشة جدا جدا طبعا انا كنت بتنقص في الحالات كابتيني في الموضوع ده وصلحت حاجات كتير لكن في حالات كابتوصل فعلا لمرحلة الطلاق بناء ان الطرف اللي هو الطرف الزكوري ما بيستجبش للعلاج او ما بيستجبش للانتقاد او ان ان انت لازم تصلح من نفسك وان النقطة دي ما ينفعش ان ان انت تبقى خصلة فيك حتى لو قدام اولادك لانه اولادك بتعليمه حاجة زي كده بيحصل فعلا ان الاب بيجي يقول لي بعد كده طبعا اللي هو صلح من نفسه وطور من نفسه لانه مش حابب يشوف البيت كده او مش حابب يشوف المشاكل اللي ما بينه وبين زوجته كده بتوصل انه بيتغير بناء على ايه لما بيشوف ابنه بيبدأ يجذب لما ابنه مثلا حد يتصل بابوه او مثلا يبقى نام ويقول له لا ده بابا خارج ده بابا معلش قصو تعبان ده بابا ده بابا ده بابا ده بابا بره ده بابا مش هنا بيجذب في قد فهل حاجات وقد فهل اسئلة فبيبدأ يلاحظ الاب ان ابنه بدأ يجذب بيبدأ كمان يلاحظ ان الابن بيجي دفع عن امه قدام كل الارايب وكل الاه ويقول له لا يا بابا انت اللي عملت كذا فبيبدأ يلاحظ ان الطفل واخد باله من غلطاته ومن اخطائه فبيبدأ الاب هنا يتغير لكن احنا بنطالب ان التغيير يبقى من جواك انت بتعامل روح قدامك ربنا سبحانه وتعالى خلقك انه يبقى ما بينك وبين زوجتك مودة ورحمة مش مطلوب منك اكتر من كده طبعا لو دي انتزعت الحياة الزوجية خلاص بتقف ودي بتبقى هبة من ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى بيرفع الهبة دي عننا ده معناته ان فيه طرف من الاطراف قلت بحق تاني وكابر وزود وظلم فوصل لمرحلة ان الطرف التاني ده بيشكل ربنا سبحانه وتعالى خلاص لجأ لربنا فوض امره ليه فخلاص ربنا سبحانه وتعالى هنا فعلا بتقف الحياة الزوجية ويجي بعد كده الراجل ينتم ويفيد بإيه الندم بعد ما بتحرق قلبي بنا قادم بعد ما بتقسر قلبها بعد ما بتجرحها وتفضحها قدام كل الناس سواء اهلك او اهلها او الناس الغرب وبيجي لي بقى حالات صعبة جدا وطبعا حضراتكم اتفقوني في الحتة تيه ان الراجل بيقعد مع اصحابه برا في الكافي او على الاهوي او في اي مكان متجمعين فيه ويبدأ يتكلم على زوجته بطريقة مش كويسة لمجرد ان هو يطلع قدامهم مظلوم ومستحمل ويعني الله يكون في عونه ده ستة لاتطاق ويتبقى ستة عملا اللي عليها وفيها عيوب احنا كلنا مليانين عيوب انا فيها عيوب واللي ورا الكاميرا فيهم عيوب وكل الناس فيها عيوب ما حدش ربنا سبحانه وتعالى ما خلق حد كامل إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكن ما حدش يعترف بكتر اللي بيجي يتكلم على الطرف التاني بيطلع نفسه بنسبة 90% هو ملاك والعشرة في المية اخطاء بسيطة والطرف التاني هو اللي ظالم هو اللي مفتري هو اللي ما نقدرش نعيش معاه وتلاقي ان الحقيقة ابسط من كتب كتير وملاقصة في ان احنا ان احنا كل واحد فينا يقدر التاني كل واحد فينا يحترم التاني كل واحد فينا يستحمل ويفرض ان التاني ده مليان عيوب ما هوش ملاك فلازم لما يغلط او يخطأ ان احنا نتكلم مرة واثنين وثلاثة واهم حاجة الحوار ما بين الزوكين ان انا نتكلم مع زوكي لو سمحت الموضوع ده بيديني لو سمحت انت كذا مرة تتكلم عني بطريقة مش كويس زي ما قلت فيها لو يبقل فيها المميزات ولا انت عايش معايا ليه طب انت مستحملني على ايه وبتبدأ الود يرجع كده اه والله يا حبيبتي انت فيكي كذا كويس لا طب اللي هيبدأ بيديني طب الاسطوب ده بيديني طب انت بقيت عصبية اول فترة دي لو سمحت اهد شوي ونبدأ انا وهو نتكلم مع بعض لما بيبدأوا يتكلموا مع بعض الاول خلاص الدنيا بتهدم بينهم كل واحد فيهم عارف عيوب التين وكل واحد فيهم ستر وغطى على التين لك الموضوع بيوسع وانا ببدأ اتكلم برا واللي برا ده بين اللي زوجتي عن طريق مقام راته عن طريق اخته عن طريق اي حد ايا كانت سرات القرابة او الصحوبية بيوصل للزوجة فبيحمد نسها نفس الطريقة الزوجة لو اتكلمت على زوجها بطريقة مش كويسة او طلعت كل عيوبه للناس او للمحتم بيها وما قلتش ولا فيه نيزة وما فيش انسان يعني كله عيوب وكله كوارث لا فيه انسان عنده خمس غلطات وعشر مميزات وفيه بنا ادم العكس طيب احنا نحاول نبرز الحاجة اللي حلوة لو احنا عايزين نصلح في الشخص اللي قدام لازم نقوله والله انت بتعجبني في كاس والله انت كنت تتجنن لما عادت الشكر فيها قدام اهلك والله انا حبيت وانت بتساعدني في البيت قدام الولاد انا حبيت لما انت استحملتيني وانا تعبانة ومتعصبة شوي كتر خيرك الكلمة الحلوة وان احنا نبرز المميزات اللي في الطرف التاني حتى لو كانت قليلة او بسيطة ده بيخليه يعني يبقى عنده طموح اكتر ان هو يساعدك ويبسطك وان هو يبذل اقصى ما في جهده عشان ينمي الحتة دي اللي جواه الحتة الحلوة ويتغط عن حتة الوحشة او يبدأ ان هو يقلل منها صدقوني كلنا مليانين عيوب لولا ان احنا بنحاول نصلح منها او كل واحد يبقى صريح مع نفسه لما ييجي قبل ما ينام كده والله انا غلطت في حتة الات والله انا غلطت في حق جوزي لما عليت صطي عليه لما قلت حاجة مش فيه قدام اهلي لمجرد بس ان محدش يدايقني او حد يغلطني او حد يتنرفز علي والله انا ما قدرت شير حتة فيه دي لما جاب لي او عملي او كلم اختي بطريقة كويسة او مثلا استحملني في لحظة ضعفي او في لحظة عصابيتي انا لازم اقول له حاجة زي كده كتر خيالة تشكر تسلم ايديك ان انت كبتلي حاجة زي كده المهم ان الكلمة الحلوة دي لها مفاول الصحة لكن الكلمة الوحشة هي بجد اللي بتخلي قلب البنا ادم يقسى وينسى كل الحاجات الحلوة اللي كانت ما بينه وبين الطرف التاني لمجرد الكلمة الوحشة دي وخصوصا لما بتتكرر وتتعادل وخصوصا لما يبقى فيها كده مش فيها مصدقية يعني مش فعل حقيقة عمل وانا بقول انه تعمل عشان يتصلح لا ببقى جذبت عشان اطلع اللي قدامي غلطان او قلب التربيز عليه وكل المحطين باية يطلعوا غلطان وانا بس الملاك او انا اللي مصلوم فالحتة دي وحشة جدا جدا سواء في الراجل او في السب فارجوا من حضرتكم وخصوصا للرجال الرحمة والرقفة وما فيش احسن من المواد ده والرحمة وهيفيد بايه الندم لو انت خسرت زوجتك او بيتك او استقرارك او حياتك لمجرد بس ان انت كدبت كدبة ومش عايز تعترف قدام اي حد ان انت كدبتها او ان انت غلطت بحق الست دي او ان انت مقدرتهاش لا الاعتراف بالحق فضيلة وربنا سبحانه وتعالى بيحب دايما الانسان اللسانه حلو الهين اللين اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفوا انه هو يخدش الجنة يعني من غير حساب زي وزي الصبر بالظبط اللي هيخدش الجنة من غير حساب فخلونا دايما نبقى من الصابرين واللسانهم حلو والهينين اللينين عشان نبقى مقبولين عند ربنا سبحانه وتعالى عشان على الاقل لو بنعمل غلطات تانية غلطات تانية فربنا سبحانه وتعالى يغفرها لنا مقابل ان احنا بن FIR بخطر حد ان احنا بنرايح اهل بيتنا ان احنا بنقول كلمة حلوة فالكلمة الحلوة كمان صدقة فيريد نبقى من المتصدقين باهل بيتنا اولى قبل ما نكون للناس اللي برا طبعا انا يا رب اكونت كنت ضفة خفيفة على حضراتكم واتكلمت في موضوع يهمكم فانا متشكرة جدا لحضراتكم ولحسن مطابعتكم واتمنى تشوفوني في الحلقات اللي جاية واتبعوني وكون مستضيفة ناس تهموكم ونتكلم في كل المجالات وفي كل القضايا اللي تخص حضراتكم وان شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هيكون معايا اضيف عزيز جدا وشخصية مهمة جدا جدا هنتعرف على اعمالها في وسط الناس وزي بتقدر تساعد الناس طبعا مش هحرق المفاجأة دي ان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية دومتم بصحة وعافية وخير يا رب ان شاء الله